من قصص إلى خلافات وأزمات وقضايا وأقسام وسوشال ميديا هذه هي الكلمات اللي وصفت بها الإعلامية اللبنانية فاتن موسى على قطها بطلقها الفنان مصطفى فاهمي في أول ظهور إعلامي لهم أو ليها عفوا بعد الانفصال وفي أول ظهور لها حلت الفنانة ضيفة على الإعلامية ياسمين عز في برنامج كلام الناس واللي بيتزاع على قناة MBC مصر وعن تفاصيل الموضوع والانفصل عن مصطفى فاهمي اتكلمت عن أسباب وهنقولها دلوقتي الإعلامية اللبنانية قالت إن تصريحات أو قالت في تصريحاتها إنها ما تتخيلش إن قصة حبها وجوازها ينتهي بالشكل ده وقالت إن عمر ما أي شخص وهو بياخد قرار الزواج ما بيفكر إنه هينتهي هذه النهاية حتى ولو كان القدر شايف كده استحالة يفكر إنه الموضوع ده هينتهي بالشكل ده وقالت الفنانة إن طالقها خان وعده على حسب وصفها لي أو ليها وخلال فترة الخطوبة والفترة الأولى من الجواز وقالت الموضوع كله كان مشكلة كبيرة بالنسبة لها وقالت كمان إن السنة ونص الأخيرة كانت كلها مشاكل بينها وبين طالقها الفنان ومصطفى فاهمي وكانت الخلافات دي عن تنفيذ وعود اللي تم الاتفاق عليها من أول الخطوبة لحد الزواج وقالت فاتن إن مصطفى فاهمي طول الوقت عمل يروج إشاعات إنها مادية وإنها بتربح منه وإنها طمعة وبيقول كده بعد عشر السنين وفترة طويلة إزاي يقول الكلام ده وعلى إنسانة حملت اسمه فاتن اتهمت مصطفى بالبخل وقالت إنه ما صرفش عليها مليم واحد خلال فترة جوازهم وقالت كمان إنه بعد الانفصال قام بإيقاف رقم موبايلها الشخصي اللي بتستخدمه المفجأة عن اللقاء اللي طلعت فيه الإعلامية فاتن موسى قالت التقارير إن فاتن أخدت 15 ألف دولار من شبكة NBC مقابل ظهورها في برنامج كلام الناس وكان الفنان فاهمي اتكلم عن انفصاله عن الإعلامية فاتن موسى في لقاء تلفزيون ليه قبل كده وقال فاهمي أنا بشوف الطلاق ده حاجة صحية جدا أنا اتجوزت فاتن لمدة أربع سنوات في أول سنتين كان فيهم خلاف بسبب لبسها وبتدت تزيد هذه الخلافات بعد كده وأصبحت خلافات مستمرة وأضاف على طول بقى في شد وجذب وطبعا الناس كانوا بيشوفوا صورنا على السوشال ميديا يقولوا إن احنا في قمة السعادة كالعادة يعني السوشال ميديا خادعة وكاذبة أي حد بيشوفوا الصورة من بره بيقول إن يا ما هنا ويا ما هناك ده كلام يعني مش كلام مصطفى فاهمي وتابع الفنان مصطفى فاهمي حصل بيني وبين فاتن مشكلة قبل السفر إن احنا هنروح لبنان عشان نحضر خطوبة أختها وأنا قررت إن أنا مش هسافر أخوها كان قاعد عندي بقى الأسبوع وقلت له أو قلت لها أنا مش هسافر لكن إزاي بقى فقامت العركة والخلاقة واشتدت جدا والصوت تقوي عملنا اخناءة كبيرة جدا ودائما بتكون في خلافات زوجية دائما ولكن عمر الزيجات الفنية في الغالب بيكون قصير وما يظهر غير ما يختفي أو ما يطوارى شكرا لكم طيب المتابعة اشتركوا في القناة